بداية سيد بن دغري قال إن انهيار العملة الوطنية في اليمن هو جريمة حوثية كيف مساك جميل أولا دعني أشكر مصر الكنانة موثلة بالشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استضافة مثل تلك اللقاءات الهامة للحفاظ على التهور الريال اليمني ومن ثم نعود إلى السؤال نعم بالتأكيد أن سبب التدهور للريال اليمني وتدهور العملة اليمنية هو الانقلاب الحوثي على مؤسسة دولة حيث منذ سيطرة هذه الميليشيات على مؤسسة دولة وعلى البنك المركزي اليمني في صنعاء سيطرت على مليارات الريالات في البنك المركزي اليمني وصادرتها لمصالحها الشخصية وقامت بتزويد ميليشياتها والمجهود الحربي بهذه المبالغ التي كانت ترفض البنك المركزي اليمني وتحافظ على التدهور الريال اليمني نعم وبناء على ذلك كيف ترى المحاولات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اليمني من جديد في ظل وجود التمرد الحوثي حتى الآن أخي الكريم في الأيام الماضية هناك حزمة من القرارات اتخذت من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية الأستاذ حافظ معياد بعد أن أصدر له قرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وأنا أثق في هذا الرقل الذي يمتلك الخبرة والدراية ولديه خبرة كثيرة في القانب المالي والقانب الاقتصادي وقد اتخذ عددا من القرارات وإن شاء الله ستنفذ في القريب العاقل مما تحافظ على تدهور الريال اليمني وها هي اليوم اللقاءات تتلو اللقاءات من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية وكذلك رئيس الحكومة إنقاذا للريال اليمني ولكن نريد خطوات عملية وهي لابد من اتخاذ خطوات عملية أولا بالتوريد المبالغ التي تورد من النفط في محافظة مارب إلى البنك المركزي اليمني لحفاظ على الريال اليمني طيب هذه الورشة الاقتصادية التي تعقد فيها القاهرة بخصوص اليمن يحضرها ممثلون عن الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ماذا يمكن أن تقدم هذه الجهات إلى اليمن؟ ما زالت الورشة مستمرة حتى تنتهي في عصر يومنا هذا وإن شاء الله هناك خبراء ماليين وهناك رئيس اللجنة الاقتصادية وممثلين من الجانب الحكومي ممثلا بمحافظة البنك المركزي اليمني وعددنا الخبراء وإن شاء الله تكون النتائج طيبة ومبشرة في خير إن شاء الله مما يساعد على رفع المعاناة على الشعب اليمني ونأمل من الإخوة من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة ومن الحضيرين جميعا بأن يعملون على رفع المعاناة على هذا الشعب اليمني الذي اليوم لقد لقمة العيش نعم شكرا جزيرة لك سيد عبد الرحيم لفتيح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس تحالف تعز كنت معنا من القاهرة اشتركوا في القناة